الفترة اللي جاية أنا بأهل الأولاد إن هم يدخلوا ويدخلوا الراب في الإنشاد علشان أضمن استمرار الإنشاد ووصولوا للأجيال دي ووصولوا لهذه الفئات اللي مش بتسمع الإنشاد لا ده دي فكرة فكرة يعني هي مش فكرة هي لو ما عملتش كده ما هجل لحضرتك على حاجة هو أنا وصلت للعالمية إزاي الحمد لله الحمد لله إن أنا ذكرت الكونشرت والسنفونية وكل ده ذكرته كويس جدا وربنا وفقني وعرف توظف الإنشاد في هذا الخضم الثقافي فبالتالي الحمد لله وصلت لده طيب أنا الإنشاد علشان يصل إلى هذه الأجيال اللي إحنا جلنا 80% من العالم الإفتراضي والسوشيال ميديا 80% من سن 12 ل22 أنا كمحمود التهمي لو دخلت يعني لو هجرب مش هيقبل مني ولكن الجيل الجديد الجيل الجديد ده هيقبل منه وهيبقوا مدارس في هذا وعلشان خاطر يعني يبقى ليهم تواجد عشان يبقى ليهم تواجد أنت بتلاقي أغنية وجز والشباب بسم الله ما شاء الله يعني أجل أغنية عاملة بتاريخ فنانين كتير جدا لهم سنين هو أخذ بالك يا شيخ محمود اللي إنت بتقول ده مهمة جدا ليه بقى لسبابين هي مش قصة بس إنك بتخلق عجل التطور حقيقية جوا الفنون بتاعت الإنشاد هي قصة إنه إنت مؤمن بضرورة التطوير ده لأنه عادة لما بتلاقي حاجة جديدة دخلة الناس تبدأ تقاوم وبالذات مين لو حقق نفسه في شكل معين أنا أعتبره الشكل الكلاسيك الطبيعي بتاعه فلما لقي إنه حد حقق نفسه بهذا القدر ما شاء الله وبالرغم من كده يقول لأ ده أنا عاوز الأجيال الجديدة تبدأ تخش على الألوان الموسيقية الجديدة لأنه بكده الفن يتطور فلأ ده أنت بتعمل مشروع كبير ومهم ما هو إحنا ده مبني على دراسة يعني مش بمزاجي أنا لو كان علي أنا مبسوط بالله أنا فيه أنا عايز أقول لحيارتك على حاجة أنا كنت أصلا في مدرسة الارتجال اللي هي مدرسة تابوية ومدرسة الصعيد وهذه المدرسة أنا بحبها اللي هي مدرسة الحال ورغم دراسة الموسيقية اللي ربنا وفقنا فيها وكل يعني حتى الشباب من إخواني في الإنشاة كانوا بيستغربوا يعني كان يقعد معايا أخونا مصف عاطف محمود هلال ومحمد طارق كانوا بيستغربوا اللي بيجوا عندي لجونة بلعب كل الألات ولكن بطلع في الزكر والمتح والموالد طب يا مولانا ليه مش بتطلع بالعلم ده والثقافة دي والألحان دي فأنا بقول لهم أنا مبسوط بالحتة بتاعته الدور والباجة عليكم أنتو أنا عاوزكم أنتو اللي تطلعوا باجة في وجيلكم يطلع في هذا الثقافة وهيقبل منكم أكتر وكنت مبسوط بيها للأمانة وفي الموالد وطورت من شكل المولد وطورت من ثقافته وابتدينا نصور الموالد 4K وابتدينا نسجل ملتي تراك والميكس ستوديو ونعمل يعني خلينا المولد في شكل مهرجان وخد المولد شكل تاني وده كله علشان توثيق للأجيال اللي جاية عشان بعد 40-50 سنة الأجيال تلاقي ثقافة وتراس لبلدها يعرف أن احنا عملنا إيه وبرضو كان عنده مشكلة كبيرة أن أغلب الباحثين في الخارج بيعتمد اللي بيعملوا رسالات في الدكتوراه والمجسير وبيعملوا رسالات وكتب بيدور على مرجعية بيدور على مرجعية بكوالتي معين بكوالتي مشروط هو عايز كوالتي أعلى كوالتي وأعلى جودة مشكلتنا هنا في مصر للأسف ما فيش الاهتمام بالكوالتي تلاقي أغلب أغلب الشغل بتاع المشايخ لسه بيصور يا بموبايل يا HVC الشرائط اللي يعني لسه ما دخلناش في الديجيتال كمان ولا دخلنا في الـ HD ولا عالم الفورك اللي خلاص ولا دخلنا فابتدينا الحمد لله عملنا كل ده يعني طورنا في كل ده طورنا في البتدينا نستعين بمخرجين محترفين وإضاءة وكل الحاجات اللي ناس فهمها مش فهم مش واخدة بالها منها التقنيات المهمة دي لأن كان عندي مشكلة كبيرة أني لما كنت برجع لكل الأبحاث اللي في الإنشاد على مستوى عالمي بلاجها متاخدة من تركيا من إيران من ماليزيا من أندونيسيا وإحنا مصر بلد الإنشاد بلد القرآن يا جماعة عن تولي مش واخدين من عندنا مش واخدين من عندنا عشان للأسف ما عندناش كوالتي إلا لو بعض الباحثين ويعدوا على الأسماء ولهم بي علاقة شخصية عايز يعيني يعمل بحث في الإنشاد المصري وثقافة الشارع المصري كان ينزل بنفسه من برة بكاميرا معينة علشان خاطر يصور وياخد كوالتي وجودة عالية فلكن ودي يعني يتعد على الأصابع فاكتشفت أن لما بتعمل سيرش في الدراسات اللي معمولة عن الإنشاد والثقافات الشعبية بتلاقيها كلها من تركيا من إيران من أندونيسيا ومصر مفيش الكلام ده فابتدينا نتدارك هذا الخطأ فابتدينا أن احنا نوسق ونصور بكوالتي عالي جدا وناخد بالعلم وبالأسباب ونستعين بناس من برة ونستعين بمخرجين عباقرة ونستعين بأماكن مهمة يعني أنا لي الشرف أن أعملت أول حفلة إنشادة بالأهرامات المصرية والحمد لله مع مجموعة أبو ظابل الثقافة والفنون وتم إزاعتها بالإمارات بمناسبة مرور خمسين عام على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية فطبعا دي كانت مهمة جدا ابتدى بعد كده كل العالم لما يبتدي يعمل أبحاث عن الإنشاد فيلاجي كوالتي ويلاجي جودة ويلاجي إنشاد مصري الحمد لله كويس فإحنا بناخد بالأسباب علشان خاطر نتواجد لأن إحنا لو ما عملناش كده سامحني مش هلاجي نفسنا خلاص هنشاف لنا يعني مش هقول أنا أنا مش هقول هشاف لشغلنا تانية الأجيال اللي جاية مش هتلاجي تاريخ ولا هتلاجي ثقافة ولا هتلاجي أي حاجة